فيما يخص النادي الأهلي واستعداداته لمباراة السوبة للأفرجحة للمصابين مين اللي هيبقى ياهز؟ مين اللي ممكن نشوفه في تشكيلة المباراة داية القريبة من تفكير مرسي كرار لهذه المعارضة؟ هو يمكن في حالة من التفاقل جوة النادي أهلي بسبب معذكر النمسا الناجح جدا حسب معرفنا يعني والأنباء كلها كجامل نمسا اللعيبة من فترة كبيرة جدا ما فدقوش موسم مع مدير فني بالصفقات الجديدة بالشغل اللي اتعامل هناك برينجر المدرب الجديد اللي جي مع الجهاز بيعمل شغل تخصصي وشغل تقني على أعلى مستوى شغال على اللعيبة هجمان بشكل كويس اللي عكر صف والمعسكر شوية يمكن شكه ياسر إبراهيم من الإصابة بالعضلة الضمة وإصابة محمود بتولي وكان قابليها إصابة عمر السلاي لكن ياسر النهاردة يمكن شبه نزل الملعب يعني هو كان عايز ينزل وجهاز قالوا لا استنى هو عمله اختبار بكرة بكرة فيه مباراة ديه الساعة سبعة مع طلاع الجيش في جهاز زرادة العسكري وبعد بكرة الفريق هيتمرن الساعة 12 الظهر ويطلع على المطار فياسر هينزل التمرين يوم الثلاثة وعنده شغله كده هيعمله برضو بكرة لوحده في الملعب ويوم هيطلع خلاص ثلاثة ويسافروا على السعودية عشان مباراة السوبر يتمرنوا هناك أربعة وخميس ويلعبوا المباراة الجمعة والسبت هيعمله قدوا مناسك العمرة ويرجاوه على قارس لو قدرت في 30 ثانية قولي تشكيلة الآله في السوبر هتكم بص هو صعب جدا لكن الأقرى الأقرى بيبقى في حراس المار محمد الشناوي يعلمين محمد هاني محمد عبد المنعم ومعه ياسر أورام ربيعة وعلم علون ناحة شمال في نص الملعب هيبقى ديانج مفيش خلاف عليه هو خلاص عرفت أنه هو يعني راجع هيلطحق بالفريق معاه مروان عطية وبنسبة كبيرة محمد مجد أفشا في مركز اللعيب الثالث في نص الماري هيبقى إمام في حالة سعادة مستوى إمام وردة سلين والناس كلها يمكن صلاح محس النهار ده برضو على الكلام أنه يسجل هدف علامي في التمرين لكن يبدأ أساسي صعب قدام هيبقى بيرستاو بنسبة كبيرة ومعه حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا ده الأقرب حسب الإراية أو التدريبات اللي فاتت عظيم مستوى مودست في التدريب بقى وما يجي هيبقى عامل إزاي هل الراجل ممكن يفكر في ردة سلين مسلا نحسب حد لكن العرفه من فكري كولر لو بيرستاو وصل بدري ودخل مع الفريق وهيلعب بالتشكيل اللي هو فيه هارموني بينهم بعض أو فيه تجانس بينهم بعض والتغييرات هتبقى فيه أثناء المباراة ممكن نشوف بقى لعبة كتير